اليوم مفروض أن الأسل المطروحة للثقافة تختلف على ما سبق لأن ما يحدث الآن مختلف تماما على ما كنا عليه قبل الثورة وإلا قبل الكورونا إذن الطرح الثقافي لابد أن يتلائم مع الضروريات اللي فرض روحها اليوم لا يمكن أن نتعاطع الثقافة بنفس المنطق وبنفس الرؤية وكأن شيئا لم يحدث بمعنى قبل الكورونا وبعد الكورونا اليوم ثم فصل جديد الكورونا اليوم نجم تقول قاعدة أسس في نظام عالمي جديد وهذا واضح للعيان في العالم الكل هذا لا يمكن أن لا يكون له تأثير على المسألة الثقافية على رؤيتنا للثقافة وعلى رؤيتنا للجمهور وعلى رؤيتنا في إبداعاتنا وإنتاجاتنا وبالتالي يجبنا إذن نخرج من النمطية النمطية الثقافية اللي فيها قوالب جاهزة التي تقتصر على تقديم برمجة الفرجة وكأن الثقافة تكتفي بالفرجة فقط عروض مسرحية وسينمائية وموسيقية وطرابية وعروض معارض فنون تشكيلية هذا الوجه السطحي للثقافة هذا الوجه الفرجوي للثقافة الثقافة ما هيش كان فرجة ما هيش كان فنون ثم ربما حان الوقت لإعادة المظر في مفاهيمنا للثقافة أنت كتشوف أن المهرجانات اللي هي الفرصة الوحيدة اللي يمكن تربط المتفرج التونسي المواطن التونسي بالشأن الثقافي اللي هي الفرجة مالرزمون هذيك هي بركة هو في الصيف المهرجان هي الفرصة الوحيدة وخارج المهرجان بخلاف كلكم مدن ديار ما ثم حتى شيء في العام ما ثم حتى شيء وهذا اختير اختير عليش على خاطر ما نجموش نبنيه الإنسان التونسي العقل التونسي ونغيبه أدوات العقل أدوات العقل أدوات التفكير أدوات الإبداع أدوات التجديد الفن يعني رؤية الفن هو اللي ينجم يغضي الإنسان بش يتمكن من أن يبدع مع ذاته ويستجيب لروحانيات الإنسان الإنسان ما هوش ماكلة وشرب والباس وسكنة وتركب في المترو وتركب في الكار وتاخد طيارة كهوة الإنسان وجدان الإنسان أحاسيس الإنسان مشاعر هالوجدان هذا يكون بش يتلاهبه بش يتلاهبه الثقافة عشقوية الخلمة وحدها ما تكفيش أنك توفر الخبزة وتوفر الماكلة عادي جدا هذا يلا بد منه يقول القائل حتى ساعة نوفره الخبزة بش النجمو نوفره الفن الكلام هذا سمعته عديد المرات ونجاوب عليه بالطرح الأول ربي سبحانه خلقنا عقل وهالعقل هذا هو اللي خلانا نؤمن بالدين هو اللي خلانا نؤمن بالله سبحانه وهالعقل ذاية طاقة تفكر طاقة تبدع لا يمكن التخلي عنها ولا يمكن تجاهلها ولا يمكن تناسيها وهالعقل ذاية اللي ميزن به ربي سبحانه لابد من أن يأخذ مكانته في المشاغل العامة يعني التربية والتعليم لكن في نفس الوقت التربية والتعليم ما تكفيش لابد من ثقافة بش نبنيه سلوكيات بش نبنيه نوعية من العلاقات بش نبنيه تصرفات وقت اللي تغيب الثقافة تكثر معنائها البركاجات وتكثر السرقة وتكثر الانحرافات وهذا موقع دياقة اليوم وقت اللي تغيب الثقافة الفاعلة خاصة تغيب الثقافة الإبداعية خاصة الثقافة الإبداعية يعني خلافا على الثقافة معنى العادية النمطية هالثقافة النمطية دي تقتصر على تقديمنا كما نحن عليه في حين أن الثقافة الإبداعية معناتها تقدمنا كما يجب أن نكون عليه المهمة بتاع الثقافة ما هيش كان للتسلية فقط وحتى إن كانت للتسلية التسلية الصحيحة لا تلغي الفكر ولا تلغي الإبداع ولا تلغي الذكاء منتع الإنسان ولا تلغي قدرته على معناتها الاستنباط على الاستفسار على الانتباه على التفطن على أن يكون له رؤية نقدية على الواقع اللي أحنا فيه اليوم الواقع متاعنا إذا المواطن ما يفيقش بالحالة اللي هو فيها ما ينجمش يقدم حتى خطوة وبشي ناجم يفيق بالحالة اللي هو فيها يزم تتوفر له الأدوات ما يكفيش أنك يتفرج في الأعلام ويتفرج في التالف زعب يزم حتى هو يبني رأيه يكون حر كن حرا متحررا وقل ما تريد لكن بشي ناجم تكون حر يزم تكسب الحرية في عقلك وتكون في ذاتك تهويتك تكون في عقليتك تكون في طربيتك الحرية يزم تسكن فيك تسكن في مشاعرك بشي ناجم تكون متحرر متحرر من الرغبة في التسلط على الآخر متحرر من الرغبة للإساءة للآخر هذا الآخر اللي يختلف عليك واللي ربما هو قريب ياسر ليك لكن انت تراها بعيد تراها بعيد عليش على خاطر مثلا ما يشك التواصل يا صاحبي